انتشرت فرق القوس والانقاذ المائي بمصرحة الدفاع المدني اليوم السبت خمس جثث من شلال بني مطر غرب محافظة الصنعاء إثر غرق سيارتهم وأوضحت مصرحة الدفاع المدني بوزارة الداخلية أنه فور تلقي البلاغ تحركت فرق القوس والانقاذ إلى موقع الحادثة وباشرة الفرق عملها وتم انتشار خمس جثث من السد بينما أفادت مصادر محلية بنجاة الطفل سقط من نهذة السيارة قبل غرقها تم إنقاذه من قبل المواطنين وأشار مصر المسؤول بالمصلحة أن أسباب سقوط السيارة لا زالت مجهولة والتحقيقات الأولية تشير إلى أن سائق السيارة فقد سيطرت عليها أثناء القيادة مما أدى إلى هرولتها وسخوطها إلى السد ودعت مصرحة الدفاع المدني جميع السائقين إلى توخي الحذر والحيطة وعمل صيانة دورية لسياراتهم لسيما ونحن في موسم الأمطار حفاظا على حياتهم وحياة أسرهم إنا لله وإنا إليه راجعون وحسبنا الله ونعم الوكيل